دلوقتي مشاهدينا الساعة تمانية بتوقيت القاهرة معدنا موجز أهم الأنباء مع هالة الحملاوي اتفضل يا هالة شكرا منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الطرق الجديدة والمحاوري والكباري التي يتم العمل على إنشائها تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الرئيس السيسي لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها محور المستشار عبد المجيد محمود وتابع الرئيس السيسي كذلك أعمال تنفيذ كبري طه حسين وأشهد الرئيس السيسي بهذا العمل العظيم والكبير وبمجموعة المحاور الكبيرة التي تعمل على تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور مؤكدا أن إطلاق اسم الدكتور طه حسين على الكبرى يأتي تقديرا لقامات مصر وعظمائها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبها حيث يشعر المواطن الأفريقي بتأثر حياته اليومية سلبا جراء افتقاره إلى احتياجات أساسية جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة مع الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي كلفه بالمشاركة في إطار دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة نظرا لما خلفه الصراع العسكري من فقد للأرواح سواء بين العسكريين أو المدنيين وتدمير واسع نطاق أدى إلى نزوح الملايين من المدنيين وإهدار مقدرات الشعوب قدمت الولايات المتحدة 205 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب أوكرانيا كجزء من دعمها للمتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية وتشمل المساعدات مجالات الغذاء ومياه الشرب المأمونة وخدمات الحماية والتعليم وسبل العيش والمساعدة القانونية والمأوى الذي يمكن الوصول إليه ورعاية الصحية من خلال الشركاء الدوليين وغير الحكوميين في المنطقة قال قادة بالجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية تتقدم في القطاعات الجنوبية في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية من جانبها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الأوكرانية تشارك في تحركات نشطة للتقدم على اتجاهات عدة في وقت واحد مشيرة إلى أن وحدات الجيش الأوكراني حققت نجاحات تكتيكية في جميع القطاعات التي تهاجم فيها وأوضحت أن الجنود تقدموا بشكل تدريجي لمسافة تصل إلى كيلومتراين في كل اتجاه قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بدأت اجتماعا مهما لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد للتعامل مع الوضع الدولي المتغير وذلك بحضور الزعيم كيم جونج أون وأضافت الوكالة أنه من المرجح أن يستمر الاجتماع الذي يعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام ومن المتوقع أن يستعرض أيضا المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجلية فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي تحت عنوان الدين والمجتمع بمشاركة 17 دولة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والمنطقة العربية وأكد رئيس الطائفة الإنجلية القس أندري زاكي السعي إلى تعزيز فرص الحوار الفعال بين المنطقة العربية وأوروبا هذا وأوسط الجلسة الختامية للمؤتمر بإتاحة المزيد من المساحات المشتركة بين الدول الأعضاء كما دع المشاركون إلى إلقاء الضوء على قضايا البيئة والمناخ والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي جنب إلى جنب مع الإعلام وتحديات العمل الأهلي والخصوصية الثقافية انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعض الفاصل موسيقى موسيقى